وفي إطار خطة القيادة العامة لقوات المسلحة لارتقاء بمستوى التدريب والتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي IMXCE22 والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بين الطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية ويعد التدريب من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط حيث تشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 51 دولة ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة فضلا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحرية وتأمين سفن ذات الشحنات العهمة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبية ويأتي تدريب تأكيدا على عمق شراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة ترجمة نانسي قنقر